اشتركوا في القناة انه انا لانه منعمل توقعات احنا بتوقيت جرينتش العالمي فبيجي بقولك انه ليش ما تعملوا بتوقيت مثلا الاردن او سعودية او مصر او اي دولة انا لو اجيت عملتوا بتوقيت الاردن في دول ما بتعرفش توقيت الاردن لو اعملتوا بتوقيت السعودية في دول تعرفش توقيت السعودية نفس الاش könntenهم يدخلوا بعملية الحساب وبدهم يتغلبوا توقيت جرينتش عالميا وخصوصا أنه أنا فيه متابعين كلهم من خارج الوطن العربي توقيت جرينتش بيسهل عليهم لأنه توقيت معتمد واثنين فيه فروق دائما بتصير بالتوقيت اللي هي ساعة صيفي أو شتوي توقيت صيفي شتوي فهذا الإشي بيدخل بمتاهة توقيت جرينتش بعينك الله ادخل اعمل سيرج على جوجل نفسها شوف الفرق ما بين دولتك أنت اللي أنت مقيم فيها وما بين جرينتش قديش وزيد على الوقت اللي أنا بعمله أو نقص عن الوقت اللي أنا بعمله بطلع معك التوقيت الصحيح يعني غلب حالك شوية هيك بتلاقي حالك أنك أنت وصلت للنتيجة بس أنا لو إجي تعمل بتوقيت دولة بدي أغلب الكل أنه بده يصير يدخلوا يعملوا توقيتك أنت رجعوا لجرينتش ويعملوا الفارق يعني بده أغلبهم مرتين فعشان هيك عذروني لأنه راح نظلنا على نفس توقيت جرينتش ما راح أغيره يعني الفارق ما بين الدول مش صعب أنك أنت تطلعه والفارق بالتوقيت مش صعب أنك أنت تضيف أو تنقص على التوقيت اللي موجود خلينا نروع على توقعاتنا طبعا التوقعات اليوم ليوم الاثنين أربعة عشر تسعة القمر موجود في الأسد استقر تماما وهو في منزلة الجبهة وهي للصلح والاتفاق بين الشركاء والضغط على العدو ورح يظل في هاي الزاوية لغاية الساعة ستة واحد وثلاثين دقيقة صباحا لا ينتقل بعدها لمنزلة الزبرة وهي للربح والحرية والصلاح والإصلاح وبما أن القمر موجود بالأسد فبالفترة هاي بيكون الناس من حولنا أكثر كرم مع تدنا من الناحية المادية والعاطفية بيكون التركيز حول الاستمتاع والترفيه وتبادل العاطفة مع الحبيب بوسعنا التقرب من المسؤولين ومحاولة الحصول على بعض المطالب العادلة بوسعنا اقتراض المال واستثمار والاستثمار واقتناء حلية ثمينة والتحلي بالشجاعة وارتداء ملابس أنيقة بتلفت انتباه الآخرين إلنا أما بالنسبة للزوايا الفلكية اليوم فاليوم عنا تقريبا بحدود الأربع زوايا أول زاوية رح تكون زاوية اقتران إيجابية بين القمر والزهرة رح تكون فيه تمام الساعة ستة وثلاثة وخمسين دقيقة صباحا وهاي بتأجج العاطفة اتجاه الجنس الآخر وبالتالي مننجح بتعزيز العلاقة معهم وبيعطي دفعة للعاملين في المجال الفني والتجميلي والديكور فبيتحسن عطائهم وإبداعهم أما بالنسبة للزاوية التي تليها هي زاوية تربيع سلبي بين القمر وأورانوس رح تكون فيه تمام الساعة تسعة وثلاثة وثلاثين دقيقة ظهرا ابتخلق لدينا شعور بالملل من أي عمل روتيني يفضل أخذ فترة من الراحة لاستعادة نشاطنا من جديد ممكن يفاجئنا البعض بشيء غير متوقع وممكن يصدر مننا ما هو غير متوقع اتجاه البعض كذلك أما بالنسبة للزاوية التي تليها هي زاوية تسديس برضو إيجابية بين القمر وعطارد هي رح تكون في تمام الساعة ثنتين وثلاثة وخمسين دقيقة عصرا ابنشعر بقوة الفكر والقدرة على الإدراك الجيد للأمور بالإضافة إلى نشاط الذاكرة وسرعة البديها أما بالنسبة للزاوية التي تليها هي زاوية تسليس إيجابية بين الشمس وبلوتو رح تكون في تمام الساعة 11 وثمان دقائق مساء بتعزز قدرتنا على تحديد أهدافنا والسعي نحوها كمان هاي بتجه اهتمامنا نحو الأمور الغامضة ومحاولة فهمها هيك منكون انتهينا من الزواية طبعا القمر موجود بالأسد خلو المسار القادم رح يكون يوم 15 تسعة رح يكون في تمام الساعة ثلاثة وتسعة دقائق بعد العصر ورح يستمر حتى تمام الساعة 36 دقيقة مساء لا ينتقل بعدها للعذراء أما بالنسبة للقمر القمر انحسار الهلال في تمام الساعة 12 منتصف الليل بيصير 27 يوم نسبة الإضاءة 15% أما بالنسبة لمزاج الكواكب طبعا اليوم الشمس في العذراء حتى يوم 22 تسعة مزاجه سعيد القمر في الأسد حتى يوم 15 تسعة المزاج سعيد عطارد في الميزان حتى يوم 27 تسعة المزاج سعيد الزهرة في الأسد حتى يوم 12 المزاج منتحس بنسبة بسيطة لأنه بلش يشكل الزهرة تشكل زاوية مع أورانوس زاوية تربيع سلبية فعشان هيك بظل الجو منتحس بالنسبة لها المريخ في الحمل بيتراجع حتى يوم 13-11 مزاجه منتحس بالنسبة عالية بتصال 40% المشتري في الجدي حتى يوم 19-12 مزاجه سعيد بنسبة 15% زحل في الجدي بيتراجع حتى يوم 29 تسعة مزاجه منتحس أورانوس في الثور بيتراجع حتى يوم 14-1-2021 مزاجه منتحس نبتن في الحوت بيتراجع حتى يوم 29-11 مزاجه منتحس برضو بلوتو في الجدي بيتراجع حتى يوم 14 مزاجه منتحس وصلنا للتوقعات اليومية برج الحمل طبعا اليوم يعتبر من الأيام المميزة اللي لائلكم اللي بتمر خلال الشهر لأنه القمر بصير في البيت الخامس لائلكم بيت العاطفة فعشان هيك اليوم بكون فيه نشاط وفيه حيوية وفيه اهتمام شخصي بالنفس زي تغييرات لبس شراء شيء إلو علاقة بالإكسسوار الترفيه ممارسة هواية معينة إيشي له علاقة بالفن بالطرب بالأشياء هاي يعني فيه الميول الفني والتجميلي والرغبة للانطلاق بتكون قوية حتى للحب بتكون قوية جدا أما بالنسبة للبيت الثاني فطبعا القمر بالنسبة لك زاوية تربيع مع الأمور المالية فالفترة هاي فيه نوع من أنواع الانهماك في بعض المسائل اللي إلها علاقة بالمال فممكن تكون بعض المصاريف الطارئة أو بعض الاهتمامات المالية أو حسابات أو اهتمام بشيء له علاقة بالتجارة أو بشيء أنت بتاجر فيه على حسب تخصصك طبعا فعشان هيك أهم إشي أنكو بالفترة هاي ما تخوضوا في أي شيء له علاقة بالوضع المالي أو تطويره حاول أنك تخليه بشكل روتيني شوي وبرضو قلل من مصاريفك أما بالنسبة للبيت الثالث فالأجواء جيدة وبتدعمك بقوة اليوم على مستوى الاتصالات والمواصلات والامتحانات والمناقشات وأمور إلها علاقة بالحوارات والتسويق وبرضو في منكو رح يكون له اهتمام عالي جدا في أمور إلها علاقة بالسيارة أو بالتليفون أو بالتواصل أو مع أخ أو جار أما بالنسبة للبيت الرابع فالأجواء على مستوى البيت تقريبا إيجابية بالدعم من علاقتك العائلية أو المنزلية أو البيتية ممكن تهتم ببعض المسائل اللي إلها علاقة بالمشتريات أو الترتيبات أو الإصلاحات المنزلية أو إشي له علاقة بجمعة أو لمة عائلية أو شوية أخبار جيدة إلها علاقة بأفراد العائلة أما بالنسبة للبيت الخامس فالأجواء على المستوى العاطفي طبعا بما أنه أول شيء عندنا الزهرة موجودة وبرضو عندنا القمر موجود في البيت الخامس فبتشتد رغبتكم في التقرب من أحبائكم وقضاء وقت ممتع معهم فترة مثمرة وإيجابية بتنجح في حملة الترويج لأي شيء عشان لازم تكون جريء في الطرح اليوم بتتسارع الأحداث بشكل مميز واستثنائي وبتتلقى جواب أو عرض أهم إشي أنك الفترة هاي تحاول تمشيها بأي طريقة بتكسب منها قد ما بتقدر ولكن الأهم لا تنسى أن المريخ موجود عند موليد العشرية الثالثة وآخر العشرية الثانية أدولهم اللي بدهم يضبطوا أعصابهم بس من التوترات أو المشاحنات أو ردات الفعل السلبية اللي بتيجي بشكل مفاجئ أما بالنسبة للبيت السادس فالأجواء على مستوى العمل يعني اليوم تنهمكوا ببعض الأعمال أو إنجاز بعض الأعمال أو التحسين وضع عمل معين أو التواصل مع بعض الأشخاص اللي ممكن يدعموك في مجال معين من العمل يعني في أشياء إيجابية برضو الوضع الصحي ممكن يكون لك بعض الاهتمامات فيه أو التقارير أو أدوية أو شراء أدوية أو مراجعة أطباء أو حتى إنه إنهاء علاج أما بالنسبة للبيت السابع فهو بدعمك على مستوى الشراكة وبعزز نقاط قوة ما بينك وبين الشريك وتلاقي وتقارب ما بينكم وفيه منك رح يهتم ببعض المسائل اللي إلها علاقة بالمصالحة ما بينه وبين الزوج أما بالنسبة للبيت الثامن فتقريبا الأجواء بتحمل نوع من أنواع الإنهيماك ببعض المسائل المالية المشتركة ممكن شوي تقلق من وضع مالي بنكي أو مالي مشترك أو مالي إلو علاقة في أمور ضريبة تأمين أو مستردات يعني الأشياء اللي إلها علاقة بالوضع المالي المشترك أما بالنسبة للبيت التاسع فالأجواء الروتينية على مستوى الاتصالات البعيدة والتواصل مع أشخاص خارج البلاد أو الاهتمام بقضايا إلها علاقة بالتعليم أو الجامعة أو المقابلات أو الدورات اللي عنده امتحان أو مقابلة بس أنه يستعد أو يدرس بشكل جيد أما بالنسبة للبيت العاشر فالأجواء على مستوى بيت السمعة طبعا الأجواء اليوم إيجابية بالدعم من حضوظك حتى بتعزز من علاقتك ما بينك وبين زملائك أو رؤسائك بالعمل وبتعمل تقارب جيد ما بينكم وممكن إنجاز عمل بشكل مشترك أو تسمع كلام ثناء أو إطراء خلال هذا اليوم أما بالنسبة للبيت التحدى عاشر فالأجواء برضو بتدعمك على مستوى الأصدقاء والصداقات فممكن اليوم يصير في لمة أو اجتماع أو إشيئ لعلاقة هيك بجمعة ما بينك وبين بعض الأصدقاء أو زيارة معينة أو يتوجه لك دعوة معينة إلى أجواء إيجابية اجتماعيا أما بالنسبة لبيتك 12 فطبعا ما هو نبت موجود يعني حاول إنك تطلع من المخاوف والأفكار السودة والشوية التحسس هاي اللي ممكن تيجي وبرضو الأحلام بالفترة هاي بتكون جياشة يعني أحلامك بتكون كثيرة فمش كل حلم له تفسير عشان هيك يدير بالك من أحلامك ومن أوهامك برضو من صحتك وإنجز أعمالك بوقتها بتكون الأجواء تقريبا كلها إيجابية بالنسبة لا إلك برج الثور طبعا بما إنه القمر الآن انتقل وصار في البيت الرابع فهذا تربيع مع برجك فشوي بسبب لك نوع من أنواع الضغوطات أو بسبب لك نوع من أنواع يعني هيك نوع من أنواع التقلب في المزاج أو الإنزعاج من بعض المسائل أو الحسسية فبدك تضبط أعصابك وخصوصا أثناء تعاملك مع الأحبة وحاول إنك تقلل من مصاريفك قدر الإمكان أما بالنسبة للبيت الثاني فالأجواء تقريبا فيه لها نوع من أنواع يعني الإهتمام المالي أو تهتم في مسألة المالية ممكن تحصل بعض المكاسب المالية اللي بتيجي عادة من عمل إضافي أو دعم أو مستردات أو هبات أو مساعدات الأجواء فيها إيجابية عالية حاول إنك تستثمرها خلال هذا اليوم على المستوى المالي ولكن الأهم هو التقليل من المصاريف أما بالنسبة للبيت الثالث فالأجواء تقريبا يعني شوي فيها نوع من أنواع الحدية أو العصبية ممكن تنزعج من التصال أو من تصرف ممكن تكثر عندك النشاطات اليوم ولكن بشكل متوتر أو إشي زي غصب عنك بدك تنفذه في منك ورح يهتم ببعض المسائل اللي إلها علاقة بالدراسة أو الامتحانات أو المدارس أو الطلاب أو حث أبناهم على التدريس أو تعليمهم ولكن أهم إشي اللي عنده امتحان أو مقابلة بده يدرس ويستعد بشكل جيد في منك ورح يكون له تعامل مع أخ أو جار أو أمور إلها علاقة بالامتحانات أو السيارات أما بالنسبة للبيت الرابع فطبعا القمر موجود فيه فبتحتل الأمور البيتية والعائلية القسط الأكبر من تفكيركم بتجدوا تعاون من أفراد العائلة بتلمس توتر على الصعيد الشخصي والعائلي ممكن تتخلى عن مواقفك المتحفظة اتجنب العمليات الجراحية في الفترة هاي وخذ فترة متقطعة من الراحة وحاول أنك تستشير طبيبك أما بالنسبة للبيت الخامس فطبعا نرجع من أكد أنه شوية الأجواء صحيح أنه الشمس في البيت الخامس بتدعمك في بعض الحظوظ وبتدعمك على المستوى العاطفي ولكن برضو نفس الإشي بدك تنتبه من التوترات أو القلق أو فرض الرأي أو العصبية أثناء تعاملك مع الأحبة وخصوصا مع الحبيب أو أحد الأبناء أو الوالدين أما بالنسبة للبيت السادس فالأجواء جيدة على مستوى العمل اليوم فممكن تنجز بعض الأعمال الضرورية والمهمة وفي منك رح يكون له نوع من أنواع التعامل الجيد ما بينه وبين أشخاص إما بيعملوا معه أو رؤساهم بالعمل أو إنجاز بعض الملفات اللي كان صعب أنك تنجزها بالفترة الماضية يعني في عندك اهتمامات عالية وفي منك رح يهتم ببعض المسائل الصحية أما بالنسبة للبيت السابع فالأجواء تقريبا روتينية على مستوى الشراكي فتعاملكم مع الشريك روتيني فممكن تهتموا بمصالحة أو بتقارب أو بحل وضع معين أو أزم معينة أو ممكن خلاف معين يعني شوي الأمور بدها نوع من أنواع الاهتمام أهم شيء ضبط الأعصاب ما يكون فيه توتر ما فيه مشاحنات بتمشي الأمور بشكل جيد أما بالنسبة للبيت الثامن فالاهتمام على المسائل المالية اليوم بيكون برضو جيد ممكن تهتموا ببعض الأمور اللي إلها علاقة بتحصيل ديون يعني بتكون مدائن أشخاص وبتحاول أنك تحصل لفلوس منهم أو موضوع إلها علاقة بحل مسألة مالية شوي ممكن قضية مالية أو مطالبات مالية أو ممكن قرض معين قضية نفقة قضية بنك يعني بتكون تهتموا فيها بشكل جيد وتهتموا في بعض مصاريفكم وبشكل عقلاني الفترة هاي بتحمل بعض المصاريف اللي إلها علاقة إما في البيت أو مصاريف استشفائية أما بالنسبة للبيت التاسع فالأجواء تقريبا جيدة اليوم على مستوى السفر والاتصالات البعيدة والتواصل مع أشخاص خارج البلاد وحتى على مستوى الدراسة الجامعية والأوراق القانونية والمعاملات أهم إشي زي ما حكينا ما تتسرع في الإجابة في الامتحانات تتروه وحاول أنك تركز جيد أثناء الدراسة لأن الفكرة شوي بيكون مشتت أما بالنسبة للبيت العاشر فالأجواء جيدة وبتدعمك على مستوى بيت السمعة بتعمل نوع من أنواع التقارب الجيد ما بينك وبين زملائك أو رؤسائك بالعمل فممكن تنجز بعض الأعمال بشكل مشترك وممكن يكون لك تعامل جيد ما بينك وبين زميل أو رئيسك بالعمل أهم إشي إنك تنجز أعمالك بوقتها ما تخالف القوانين ما تدخل بأعمال مشبوهة وفي نفس اللحظة ما في داعي للحوارات أو النقاشات ما بينك وبين زملائك في العمل أما بالنسبة لبيتك 11 فالأجواء جيدة على مستوى بيت الأصدقاء فاليوم ممكن يتوجه لك دعوة لحضور حفلة أو مناسبة وممكن يصلك خبر شوي مزعج إلو علاقة بأحد الأصدقاء أهم شي ضبط الأعصاب أثناء التحاور أو الحوار أو أثناء النقاشات وما في داعي لتصعيد المشاكل أما بالنسبة لبيتك 12 فطبعا المريخ موجود فمنرجع من عيد نفس العبارة دير بالك من أشخاص بتآمروا عليك بالخفاء دير بالك ما تكشف سرك لحد سرك لا إلك إنجز أعمالك بوقتها ما تخليها تتراكم حاول أنك تركز ما تشتت مخك وبرضو انتبه لبعض التوعوكات الصحية اللي بتيجي بشكل مفاجئ برج الجوزاء طبعا القمر في البيت الثالث لا إلك بيت قوي جدا وداعم لا إلك بقوة فعشان هيك اليوم عندك نشاط عالي جدا وعندك حماسة عالية جدا وهي بتعزز النقاط قوية بالنسبة لا إلك وبتدعمك نفسيا أثناء تحركاتك أو اتصالاتك تعطيك شوية جراءة وثقة بالنفس عالية أما بالنسبة للبيت الثاني فالأجواء على المستوى المالي اليوم تحمل نوع من أنواع القلق أو توتر أو ممكن انزعاج من مسألة مالية أو ظهور مسألة مالية شوية تكون معقدة أو تربكك خلال هذا اليوم الأهم أنك تقلل من مصاريفك قدر الإمكان اللي هي الغير ضرورية رتب أوراقك أو معاملاتك أو مصاريفك بشكل جيد دون إسراف أو دون إهمل أما بالنسبة للبيت الثالث فطبعا اليوم القمر موجود فيه والزهرة برضو موجود فيه واحد إيجابي واحد فيه نص سلبي يعني فيه جزئية سلبي منه فعشان هيك اليوم بتكثر عندكم الاتصالات والتناقلات منكم ممكن يخرج فيه نزهة قصيرة بيكون لكم نوع من أنواع التعامل مع أخ أو جار بتطالعك فترة حافلة بالواجبات والمسؤوليات على أنواعها أهم إش إنك ما تتهرب منها ممكن يتغير الوضع لصالحك شرط التحلي بالليونة والدبلوماسية في التفاوض ممكن تكثر عندك الزيارات والتناقلات اليوم دير بالك بس من العصبية أما بالنسبة للبيت الرابع فطبعا الشمس موجود فيها وهي بتشكل زاوية تربيع مع برجك فعشان هيك شوي مواريد العشرية الثالثة بدهم يضبطوا عصابهم أثناء تعاملهم مع أفراد العائلة فممكن تظهر بعض المسائل البيتية المربكة زي أعمال أو أحداث أو قصة معينة أو واجب معين أو إشي بيتعلق في أحد أفراد العائلة يعني على حسب حياتك ممكن يكون التطور ولكن هاي يعني شوي فيها نوع من أنواع الضغوط أو القلق أو النقاشات أو توجيه انتقاد معين إلك أو لتصرفاتك عشان هيك ضبط الأعصاب مطلوب وخلي فيه تقارب جيد ما بينك وبين أفراد العائلة وحاول ما تهمل أعمالك المنزلية أما بالنسبة للبيت الخامس فالأجواء على المستوى العاطفي اليوم جيدة ويعني عندك رغبة عالية جدا للتقرب من الأحبة أو التواصل معهم أو إنجاز بعض الأمور اللي بتطلب نوع من أنواع الاهتمام ما بينك وبين الحبيب أو تقارب ما بينك وبين الحبيب يعني فيه أشياء إيجابية ودعم جيد عاطفي عندك والحضوض بتدعمك في بعض المسائل أما بالنسبة للبيت السادس فالأجواء على مستوى العمل وروتيني ما فيه أي شيء لا إيجابي ولا سلبي على حسب طبيعتكم تتعامل على حسب الظروف الاجتماعية اللي أنت فيها الأهم إنك تراقب وضعك الصحي من بعض التقلبات وما فيه داعي للتسرع في أي أمر العلاقة بالعمل أو تطوير العمل بالفترة أما بالنسبة للبيت السابع فالأجواء جيدة وبتدعمك برضو بقوة تعمل نوع من أنواع التقارب على مستوى تعاملك مع الشريك فممكن الفترة تحمل مصالحة أو تقارب أو تفاهم في مسألة معينة الأهم شحن نفسك بطاقة إيجابية وتعرف إنك تعمل تقارب أو حل خلاف أو نقاش معين ما بينك وبين الشريك أما بالنسبة للبيت الثامن فطبعا في أمور متضاربة على المستوى المالي المشترك في بيتك الثامن يعني المشتري الآن بعطيك حضوض وخصوصا لموليد أخ نص العشرية الثانية والثالثة بعطيهم حضوض قوية جدا على مستوى تحصيل ديون أو تحصيل رواتب أو ترتيب أمور مالية معينة أو مغامرة مالية أو مشاريع أو تحصيل أموال أو قروض أو ديون وبالمقابل عندك زحل مازال بتراجعوا بلوتو فهم بضغطوا على موليد العشرية ثلثة ماليا بيخلوهم شوي يدخلوا بأشياء شوي مش دقيقة أو مشبوهة أو حتى إنه ممكن يكثر فيها النصابين أو المحتالين أو حتى يعني البذخ الغير مدروس اللي بيصير فيه عندك رغبات للتسوق وبرضو بتظهر مصريف إلها علاقة في البيت أو إلها علاقة بالصحة أو بمطالبات مالية أما بالنسبة للبيت التاسع فالأجواء بتدعمك على مستوى الاتصالات البعيدة والتواصل مع أشخاص خارج البلاد أو الاهتمام ببعض المسائل اللي إلها علاقة بالامتحانات أو إلها علاقة بالواجبات الاجتماعية أو إلها علاقة بالواجبات الجامعية ممكن يكون عندك امتحان أو عندك مقابلة أو مناقشة أو دورة معينة أو تحاول إنك تطلع على ثقافي معينة بالفترة هاي أو دراسة شيء جديد الأهم إنك يعني تحاول تركز بشكل جيد حتى اللي عندهم سفر في خلال هذا اليوم بدهم يركزوا وما يعتمدوا على الحظ يعني بدوا يدقق في كل شيء بشكل جيد الأجواء فيها إيجابية بتدعمك ولكن يعني نوع من أنواع الحذر أما بالنسبة للبيت العاشر فالأجواء على مستوى بيت السمعة منقدر نحكي يعني نبتن شوي ممكن يقولك ما تغامر وما تجازف وما يعني تعيش بالوهم يعني حاول إنك تركز بشكل جيد الفترة هاي حاول إنك تنجز أعمالك بوقتها ما تدخل بخلافات أو نقاشات أو حوارات ما بينك وبينز وملائك أو رؤسائك بالعمل بالنسبة لبيتك 11 بيدعمك على مستوى بيت الأصدقاء فممكن اليوم يعني يصير فيه نوع من أنواع الدعم من أحد الأصدقاء إليك أو حتى مساندتك أو مقابلتك أو مرافقتك فممكن يتوجه لك دعوة لحضور حفلة أو مناسبة وممكن تسعد بلقاء بعض الأصدقاء خلال هذا اليوم أما بالنسبة لبيتك 12 فطبعا الأجواء من أورانوس شوي بتحدث بعض الأشياء المفاجئة فممكن يظهر لك عدو خفي أو موضوع يعني ينكشف سر لإلك أو حد يحاول أنه يتآمر عليك يعني بدك تكون حذر من تراجع أورانوس لأنه شوي بضغط بشكل سلبي على بيت المتاعب فعشان هيك بدك تنتبه بشكل جيد حاول تنجز أعمالك حاول تهتم بصحتك ما تندفعه ما تتهور وحاول أدرس وضعك بشكل جيد بناسبك ولا ما بناسبك الشيء قبل ما تعمله برج السرطان طبعا القمر اليوم استقر في البيت الثاني لإلكم الأجواء تقريبا أفضل من اليومين اللي مضوا برضو بتشعر بنوع من أنواع الطاقة الجيدة مشحون بمعنويات عالية ثقتك بالنفس أحسن رغبة بالتواصل عندك جيدة وخصوصا التواصل الاجتماعي أو العلاقات أو توطيد علاقة معينة اللي فيه نوع من أنواع الاهتمام بالوضع المالي رح يكون عندك أو ممكن تكون بعض المسائل المالية تظهر على الساحة خلال هذا اليوم أما بالنسبة للبيت الثاني فالفرصة لمكسب مالي من عمل إضافي موجودة مع هيك بتكون تحذروا من أي خطوة مالية جديدة لا سيما شراء حاجية ثمينة ممكن تعالج استحقاق مالي أهم شيء أنك ما تتسرع بتوظيف الأموال بل دقق بالتفاصيل بتطمئن خواطرك نوعا ما وبتتحسن المعنويات بشكل ملحوظ أهم شيء يعني أنك تتفائل وتنطلق أما بالنسبة للبيت الثالث فطبعا ما في أي تأثير سلبي يعني الشمس موجود اليوم بتشكل زوايا تثليث تقريبا مع الكواكب اللي موجودة بالجدي فهي بتدعمك بقوة صحيح أنه مع نبتن ولكن ضعفة الزاوية اليوم فالإيجابية أعلى على الشمس فعشان هيك اليوم بتنشطوا بالاتصالات والحركة والتواصل والرغبة بالحوارات والنقاشات والأجواء فيها أشياء إيجابية بتدعمكم بقوة أهم إشي بس لما تتعاملوا مع أخ أو جار بتضبطوا أعصابكم إذا كان عندكم امتحان أو مقابلة بتكون تركزوا بشكل جيد وما تعتمدوا على الحضوض وبرضو يعني حاول أنك ما تتسرع وتتهور أثناء قيادة السيارة أما بالنسبة للبيت الرابع فالأجواء تقريبا فيها نوع من أنواع الإيجابية على مستوى البيت ممكن يظهر مسألة عائلية أو تقارب ما بينك وبين أفراد العائلة أو حل مسألة معينة بتتعلق بالبيت ممكن تظهر بعض الأمور أو الاهتمامات خلال هذا اليوم ولكن ضبط الأعصاب مطلوب ممكن مشتريات مصاريف أو أعمال أما بالنسبة للبيت الخامس فالأجواء تقريبا روتينية على المستوى العاطفي فبتتعاملوا مع أحبائكم بشكل روتيني ممكن يكون لكم بعض الاهتمامات للتقارب مع الأحبة خلال هذا اليوم أو التواصل معهم شرط التحلي بالليوني والصبر وبدون اندفاع أو تهور أو تسميع كلام جارح أما بالنسبة للبيت السادس فالأجواء تقريبا روتينية على مستوى العمل فاهتمامكم بأعمالكم روتيني ممكن تهتم بإنجاز عمل ما ولكن مش بالكثافة الكبيرة رح تكون الأعمال عليك ممكن تنضغطهم بعض المسائل يعني ملف واحد يغني يعني يكون ضغطه عن عشر ملفات يعني دير بالك من الأخطاء ركز بشكل جيد وفي نفس اللحظة اهتم لوضعك الصحي بشكل جيد أما بالنسبة للبيت السابع فطبعا اليوم الأجواء أحسن تعمل نوع من أنواع التقارب أو التآلف أو التفاهم ما بينك وبين الشريك فممكن اليوم يحملك مصالحة أو انسجام أو دعم معين ما بينك وبين الشريك أهم إشي انك تبعده عن الحوارات والنقاشات الحادية أما بالنسبة للبيت الثامن فطبعا الاهتمامات على مستوى أمور إلها علاقة بالأموال المشتركة يعني روتينية ممكن تهتموا بمسائل إلها علاقة بالقروض أو الديون أو المحاسبة أو سداد بعض الديون أو القروض أو الاهتمام بمسائل مثلا قانونية مالية أما بالنسبة للبيت التاسع فالأجواء جيدة على مستوى الاتصالات والحوارات والتواصل بعيد أو الرغبة بالسفر أو التواصل مع أشخاص خارج البلاد أهم إشي زي ما حكينا ضبط الأعصاب ما في داعي للعصبية ما في داعي للحدية ما في داعي للتوتر ممكن يتأجل أي أمر أو تسمع خبر يزعجك خلال هذا اليوم من خارج البلاد زي ما حكينا بس أهم شي ضبط الأعصاب اللي عنده امتحان أو مقابلة بده يدرس ويستعد بشكل جيد وما في داعي للتهور أثناء قيادة السيارة على الشوارع المفتوحة أما بالنسبة للبيت العاشر فطبعا بيت السمعة يعني بده نوع من أنواع الإهتمامات على مستوى السمعة بشكل جيد أهم شي إنه زي ما حكينا ما تجازف ما تغامر ما تشوه سمعتك ما تدخل بأشياء مشبوهة أركز بشكل جيد والعصبية واردة والفترة هاي ممكن تحتد أو تعصب على أحد المعارف برضو ما تدخل بأي خلافات أو نقاشات ما بينك وبين زملائك أو رؤسائك بالعمل أما بالنسبة لبيتك 11 فهو بيجيب لك مفاجآت على مستوى تعاملك أو علاقاتك ما بينك وبين الأصدقاء فممكن اليوم يتوجه لك دعوة لحضور حفلة أو مناسبة أو تلاقي ما بينك وبين صديق أو مناسبة معينة أهم إشي إنك تنطلق اجتماعيا وتحاول إنك تستفيد من مكاسب العلاقات الاجتماعية أما بالنسبة لبيتك 12 فطبعا بيت المتاعب ما في أي تأثيرات للكواكب فعشان هيك بتقدر إنك اليوم تنجز أعمالك بشكل جيد وفي منكم رح يكون له بعض الاهتمامات على المستوى الصحي أو رقابة صحية أو أدوية أو مراجعة الطبيب يعني ممكن إشي بتعلق في صحة أحد الأحبة برج الأسد طبعا القمر اليوم موجود عندكم ما بلش يشكل أول زوايا فبمنحكم طاقة حلوة جدا ورغبة للانطلاق عاطفة شوي بتكون جياشة رغبة للتقرب من أحباكم إنجاز بعض الأشياء الضرورية والمهبة برضو عندك اليوم حساسية يعني أو شفافية روحانية عالية يعني رغبة الحب أو رغبة العاطفة عندك شوي بتكون زيادة شحطة وبتبدأ اليوم فترة أفضل من سابقتها بتعدلكم نشاطكم المفقود بوزعكم المبادرة بخطوة جديدة بتدعم من مركزكم الاجتماعي وتوضيح وجهة نظرك والاهتمام بمظهرك تشعر بالحماس الفائضة وبتنشغل بوضع حجر الأساس لمشروع جديد بتملك أفكار باهرة وحلول مذهلة بتبدأ صفحة جديدة في حياتك أما بالنسبة للبيت الثاني فطبعا الشمس موجودة ممكن تعطي بعض الحضوض على المستوى المالي أو بعض المكاسب أو بعض الحلول لبعض الصعوبات المالية في بعض النشاط رح يكون واضح خلال هذا اليوم بعض الاهتمامات رح تكون واضحة الأهم أنك أنت تتحلى بالصبر أثناء التعامل بالوضع المالي ابعد عن المصاريف لزيادة وابعد عن الالتزامات لزيادة وما تورط حالك في مشاريع مالية أنت بغنى عنها حاليا أما بالنسبة للبيت الثالث فطبعا عطارد بيدعمك على مستوى الاتصالات والتنقلات والحوارات يعني اليوم عندك نشاط عالي ممكن اليوم ما تهدأ وطيرتك بالتواصل أو الاتصالات أو التقرب من أشخاص أو محاورتهم أو التسويق لا فكرة أو لمشروع أو لا أمر معين الأهم ضبط العصاب وما في داعي للتوتر أو العصبي عندك كثير من الحركة لازم تكون مشحون بطاقة إيجابية أما بالنسبة للبيت الرابع طبعا تعاملكم على مستوى البيت الروتيني ما في أي شيء لا إيجابي ولا سلبي فبتتعاملوا على حسد طبيعتكم ممكن تهتم ببعض المسائل اللي إلها علاقة بالبيت أو أفراد العائلة أو لمة مثلا أو اجتماع عائلي أو مشروع معين أو فكرة معينة إلها علاقة في البيت أهم شيء ضبط العصاب زي ما حكينا وما تتسرع وما تتذمر أما بالنسبة للبيت الخامس على المستوى العاطفي تقريبا هو وجوده بالبيت الأول يعزز العاطفي عندك ولكن إجمالا أنت رح تتعامل بشكل روتيني على المستوى العاطفي في بعض الحالات ممكن الإهتمام يكون تمييز مثلا تمييز حبيب أو عن حبيب أو تمييز أحد الأبناء عن أحد الأبناء أو تهتم في مسألة بتخص أحد الأبناء وتهم الأحد الأبناء فعشان هيك بدك تكون عادل اليوم في غرامياتك أو في حبك أو تعاملك مع الحبيب أما بالنسبة للبيت السادس فالأجواء تقريبا ممكن تظهر بعض الأعمال المربكة خلال هذا اليوم ممكن تهتم بمسألة لإنجاز عمل معين أو تنضغط أو تنشغل في إنجاز بعض الأعمال والأهم من الرقاب الصحية راقب وضعك الصحي من بعض التقلبات أو بعض الأحداث اللي ممكن تكون مفاجئة أو تظهر بعض الأشياء المفاجئة اللي تتطلب منك إما استشار الطبيب أو أخذ علاج ماء أما بالنسبة للبيت السابع فالأجواء تقريبا على مستوى الشراكي وتعاملكم مع شركاء العاطفي أو المال وخصوصا ما بين الأزواج يعني الأجواء روتينية يعني بتتعاملوا على حسب طبيعتكم ما في أي تأثيرات للكواكب لا إيجابي ولا سلبي فعلى حسب علاقتكم مع بعض ممكن تكون خلال هذا اليوم أما بالنسبة للبيت الثامن فالأجواء على مستوى البيت الثامن تقريبا نقدر نحكي يعني فيها نوع من أنواع الإيجابية أو بتعزز النقاط القاوية المالية ممكن تهتم ببعض الأمور اللي إلها علاقة بتحصيل قرض معين دفعة ترتيب الالتزام محاولة ترتيب أو ادخار مالي لشراء شيء مهم محاولة جلب دعم معين على شيء معين يعني فيه نوع من أنواع لإهتمام على المسائل فيه منك ورح يهتم ببعض المسائل اللي إلها علاقة ببنك أو مصرف أو قضية مالية أو حتى نفقة أو غرامة أما بالنسبة للبيت التاسع فالأجواء هنا بتضغطك على مستوى مسائل إلها علاقة بالسفر البعيد أو إلها علاقة بأشخاص بدهم يسافروا أو عودة أشخاص من السفر أو أشياء بدك تشتريها من خارج البلاد أو ممكن أشياء إلها علاقة بخبر مزعج من خارج البلاد يعني على حسب حياتك ممكن يجي الوضع يقول له يعني فيه سلبية على مستوى البيت التاسع عشان هيك بتطلب منك الحذر بكل ما يتعلق في البيت التاسع إن كان امتحانات نقاشات حوارات كل هذا بدك تكون مهيأ له وجاهز له أما بالنسبة لبيتك العاشر فالأجواء على مستوى بيت السمعة متقلبة فعشان هيك من أورانوس منقول لك إنه يعني حاول قدر الإمكان إنك ما تشوه سمعتك ما تدخل في مجازفات أو مغامرات ممكن إنها شوية تكون سلبية أو تكون ضدك حاول ما تخوض بأشياء فيها صعوبة تأثر على سمعتك مثل أعمال صعبة أو أعمال إنك تحاول تنجزه بشكل منفرد بدون ما تتشاور أو تتناقش مع زملائك خلافات ما بينك وبين زملائك أو رؤسائك بالعمل ومخالفة القوانين والأشياء المشبوهة ابعد عنها نهائيا أما بالنسبة لبيتك 11 فهو بيعزز من علاقاتك أو أصدقائك ممكن يحمل لك تلاقي أو تقابل أو لقاء أو زيارة أو يتوجه لك دعوة لحضور حفلة أو مناسبة أو تحالف ما بينك وبين أحد الأصدقاء الأمور جيدة وبتدعمك بشكل جيد أما بالنسبة لبيتك 12 فطبعا بيت المتاعب يعني بيقول لك إنه شوي اهتم ببعض المسائل اللي إلها علاقة بعمل أو إلها علاقة ببعض الأعمال ما تراكم الأعمال عندك اهتم بشؤونك الصحية بغذائك براحتك وبرضو ما تأمن لحد وما تكشف سرك يعني بدأت تكون حذر من الأمور اللي إلها علاقة بإنها مستقبلا ممكن تسبب لك نوع من أنواع المتاعب إن كان على العمل أو على الصحة أو حتى على الأسراب والمعلومات برج العذراء طبعا القمر ما زال موجود في بيت المتاعب اليوم استقر في بيت المتاعب فعشان هيك شوي بتلاقي إنه في بعض الأعطال أو بعض المشاكل أو بعض الأمور اللي مش ماشية مثل ما بدك في بعض الضغوط اللي ممكن تزعجك خلال هذا اليوم أو ممكن إنه في أمور تتأجل أو ما تمشي بسهولة معك خلال هذا النهار انتبه لصحتك أهم شيء أما بالنسبة للبيت الثاني فطبعا شوي الأجواء ممكن إنه تعمل نوع من أنواع التأثير عليك على مستوى أمور إلها علاقة بالوضع المالي ممكن تنجز بعض الأمور المالية أو تحصل بعض المكاسب المالية أو الاهتمامات المالية خلال هذا النهار ولكن الأهم إنك ما تبالغ بمصاريفك وما تبالغ بمشترياتك أو التزاماتك أما بالنسبة للبيت الثالث فهو يعني بخلي مزاجك فيه نوع من أنواع العصبية أو الحدية الانتقاد اللاذع الكلام الجارح بدك تنتبه من هاي النقاط لأنه اليوم ممكن تسبب مشكلة كبيرة أنت من ورا هاي الأشياء إذا ما انتبهت لها كون حذر أثناء حواراتك، نقاشاتك، تنقلاتك، امتحاناتك أو تجربتك لا أمر إلو علاقة بالتسويق أو بالسيارات أو بالتليفونات أما بالنسبة للبيت الرابع فالأجواء تقريبا جيدة على مستوى البيت بتعمل نوع من أنواع التآلف أو التحالف ممكن تنجز بعض الأعمال البيتية صحيح أنه في منها رح يكون مربك أو مرهق أو أشياء بتظهر بشكل مفاجئ يعني فيها نوع من أنواع الضغط إما مشتريات أو التزامات أو مسألة عائلية أما بالنسبة للبيت الخامس فالأجواء المستوى العاطفي تقريبا اليوم فيها نوع من أنواع الإيجابية ممكن تشعر بتحالف بعض الأصدقاء لإلك وممكن تهتم ببعض المسائل اللي إلها علاقة بالحبيب ممكن مشكلة عنده أو ظرف معين تحاول تدعمه في مسألة معينة يعني بس أهم شيء أنك تراقب اليوم الأمور العاطفية عندك أنه ما يكون فيه حدية أو عصبية أثناء تعاملك مع أحد الأحبة اللي هو أحد الأبناء أو أحد الوالدين أو الحبيب أما بالنسبة للبيت السادس فالأجواء تقريبا ممكن تتعزز بعض النقاط الجيدة على مستوى العمل أو ممكن أنه تراكم بعض الأعمال يعني يا هاي يا هاي إلا أهم أنك تنجز الأعمال الضرورية والمهمة وبرضو تهتم لصحتك بشكل جيد أما بالنسبة للبيت السابع فالأجواء على مستوى بيت الشراكي جيدة وبتدعمك وبتعزز علاقتك ما بينك وبين الشريك خلال هذا اليوم وممكن يصير تفاهم أو تلاقي على مسألة معينة أهم إشيء يعني تبعده عن الحوارات أو الكلمات اللي ممكن تسبب خلاف أما بالنسبة للبيت الثامن فطبعا المريخ ما زال موجود فبيضغط على الأموال المشتركة أو تحصيل بعض الأموال أو صعوبة إنجاز بعض الأمور المالية خلال هذا اليوم يعني ما بتمشي معك بسهولة بسبب تراجع المريخ فعشانيك ضبط الأعصاب مطلوب ما في داعي للحدية أو للحوار أو حتى للجدالات يعني ضبط الأعصاب لازم يكون وارد أما بالنسبة للبيت التاسع على مستوى الاتصالات البعيدة والتواصل مع أشخاص خارج البلاد فاليوم ممكن تتلقى اتصال يعني مزعج أو خبر مزعج من خارج البلاد ممكن تقلق على شخص خارج البلاد ممكن تهتم ببعض المسال اللي إلها علاقة بثقافي أو لغة أو دراسة الأهم إذا كان عندك امتحان أو مقابل يبدأك تدرس وتستعد بشكل جيد وما تعتمد على الحضوض نهائيا أما بالنسبة للبيت العاشر فالأجواء الروتينية على مستوى بيت السمعة فبتتعاملوا على حسب طبيعتكم أهم شيء بدون خلافات وبدون نقاشات وبدون مجازفات بالفترة ما في داعي لتشويه السمعة ممكن يصير فيه نوع من أنواع التحالف أو تعامل الجيد ما بينك وبين رؤساءك أو زملاءك بالعمل أما بالنسبة لبيتك 11 فالأجواء جيدة على مستوى بيت الأصدقاء فممكن اليوم يتوجه لك دعوي لحضور حفلي أو مناسبة أو لقاء أو تسعد بلقاء بعض الأصدقاء أو التحاور معهم في أجواء إيجابية برضو بتدعمك بقوة أما بالنسبة لبيتك 12 فطبعا زي ما حكينا أن القمر موجود في بيت المتاعب اللي هو بيتك 12 فبسيطر التعب عليكم حاولوا تنظيم أموركم والمحافظة على صبركم المعهود أثناء تصريف الأمور والتعامل مع الغير حاذر من الأفكار السودة والمعنويات المنخفضة ممكن تخيب آمالك أو تتأخر أعمالك ابتعد عن الضجيج والصخب وما تحسم قرار ولا تكون لجوج لأنه ممكن يخذلك الحظ برج الميزان طبعا اليوم عندكم نشاط ولكن اللي بنصحكم فيه أنه تحاولوا تنجزوا الأعمال الضرورية والمهمة خلال اليوم وبكرة يبل ما القمر ينتقل لبيت المتاعب لأنه شوي رح تصير الأمور ضغطة فعشان هيك بتطلب منكم الاهتمام وإنجاز الأعمال المهمة والضرورية وعدم تأجيلها بالفترة هاي صحيح أنه شوي اليوم رح يكون عندكم بعض النشاط ولكن استغلوا بالأشياء الإيجابية والتي تكون فيها مصلحتكم عشان ما تتراكم الأعمال بالفترة القادمة أما بالنسبة للبيت الثاني فالأجواء تقريبا ابتدعمك على مستوى أمور إلا علاقة بالاهتمامات المالية ولكن بالمقابل بتكثر عندك المصاريف ممكن تظهر بعض الأعباء أو بعض المطالبات أو يصير فيه جهد لتحسين وضع مالي معين أهم شيء زي ما حكينا ابتعد عن المصاريف لزيادة أما بالنسبة للبيت الثالث فالأجواء جيدة على مستوى الاتصالات والحوارات والتواصل ورغبة بالتواصل بالمحيط ممكن تكثر الاتصالات معك داخلية وخارجية أو التنقلات أو الاهتمام بأمور إلا علاقة بالسيارة أو بالامتحانات أو حتى بالتسويق أهم شيء أنه ما تحتد وتعصد إذا حد خالفك أو خالف وجهة نظرك أما بالنسبة للبيت الرابع فالأجواء على مستوى البيت ممكن يعني يكون في بعض الأعباء أو الضغطات أو المناسبات أو الاهتمامات المنزلية اللي شوي ممكن تكون مربكة لإلها علاقة بالمنزل أو بأحد أفراد العائلة الأهم ضبط الأعصاب وإنجاز الأعمال بالوقت المناسب ودون التأف أف أما بالنسبة للبيت الخامس فعلى المستوى العاطفي تقريبا نقدر نحكي أنه الأجواء فيها بعض الإيجابية على المستوى العاطفي ممكن تشعر ببعض التحالف أو التقارب ما بينك وبين أحد الأحبة ممكن تهتم ببعض المسائل اللي تقارب ما بينك وبين الحبيب أو لقاء مثلا أو اتصال أو حوار وفي منك رح يهتم بمسألة بتتعلق بأحد الأحبة زي الإبن أو أحد الوالدين مثلا أما بالنسبة للبيت السادس فممكن تظهر بعض الأعمال الصعبة اليوم أو تتصاعب مسألة معينة ما تقدر تنجزها بالكامل أو تنجزها بصعوبة أهم شي كرر المحاولة وفي منك رح يهتم ببعض الشؤون الصحية أو المراجعات الطبية أو أخذ بعض العلاجات أما بالنسبة للبيت السابع فطبعا المريخ ما زال بيعمل نوع من أنواع الضغط فاحذروا من ردات فعلكم أثناء تعاملكم مع الشركاء أو مع الأزواج ما في داعي للحوارات أو النقاشات أو العصبية لأن الأجواء مش مساعدة بشكل كبير وبرضو فيها قابلية لأنها تتطور الأمور أو تصير خلاف أو نقاش حاد أما بالنسبة للبيت الثامن فالأجواء تقريبا جيدة على مستوى الأموال المشتركة في بعض الأوقات فممكن تهتم بتحصيل مبلغ مالي أو الاهتمام بجدولة حساب أو دين أو قرض معين أو تحل مسألة إلها علاقة ببنك أو ضريبة أو تأمين أما بالنسبة للبيت التاسع يعني نشاطاتك روتينية على مستوى الاتصالات البعيدة أو التواصل مع أشخاص خارج البلاد الأهم إذا كان عندك امتحان أو مقابلة تدرس وتستعد بشكل جيد وما تعتمد على الحضوض يعني الأمور بدها تركيز وبدها صبر أثناء التنقلات والحوارات والنقاشات وما تتسرع أما بالنسبة للبيت العاشر فالأجواء على مستوى بيت السمعة روتينية فاهتماماتك بالعمل أو مع زملائك بالعمل أو رؤساك بالعمل روتينية ممكن تنجز بعض الأعمال بمساعدة بعض الأشخاص أو تهتم بإنجاز ملف بشكل مشترك يعني الأجواء فيها نوع من أنواع الدعم الجيد لا إلك أما بالنسبة لبيتك 11 فطبعا اليوم تنشطوا اجتماعيا ممكن تلتقوا بعض الأصدقاء منكم ممكن يتلقى دعوة لحضور حفلة أو مناسبة سعيدة بتكون تنقلاتك مهمة وبتتمتع بسرعة الخاطر ممكن تحدد توجهاتك الفكرية والاجتماعية حتى السياسية برضو بتكون جيدة وممكن تتعرف على لقاءات داعمة أهمش أنك ما تماطل بل تشجع على العمل الجماعي أما بالنسبة لبيتك 12 فطبعا بيت المتاعب وبدك تحذر ما زالت الشمس موجودة يعني أسبوع ضايل تنتقل عندك فعشان هيك يحاول أنك أنت يعني تتهيأ لأي تعطيلات أو أمورك ما تمشي بسهولة يكون فيها بعض الصعوبة حتى في إنجاز بعض الأعمال ممكن يعني يكون في بعض الوعود الكذابة أو تنصدم من بعض الأشخاص بالفترة هاي أو تكتشف أخطاء أو ناس بتتآمر عليك في منك ورح ينجز بعض الأعمال ولكن الأهم الاهتمام بالوضع الصحي من بعض التقلبات اللي بتيجي بشكل مفاجئ أو صحة أحد الأحبة برج العقرب طبعا القمر بشكل زاوية تربيع معاكم هو في بيت السمعة فعشان هيك الأعمال المشتركة جيدة السعي لعمل جديد جيد الأمور اللي فيها حوار ونقاش ممكن يكون فيها شوية صعوبة فعشان هيك بدك تنتبه بشكل جيد أثناء حواراتك أثناء حديثك أثناء عصبيتك يعني مضبط أعصابك قدر الإمكان أما بالنسبة للبيت الثاني فطبعا الأجواء فيها نوع من أنواع الاهتمام على المستوى المالي ممكن تهتم بمسألة مالية خلال هذا اليوم أو تهتم بنوع من أنواع الدفعات أو الترتيبات أو الترميمات أو التصليحات أو أشياء لها علاقة ببعض المشتريات يعني فيه نوع من أنواع المصاريف بس دير بالك من المصاريف لزيادة وحافظ على أموالك من السرقة أو الضياع أما بالنسبة للبيت الثالث فالأجواء جيدة على مستوى الاتصالات والحوارات والتنقلات وحتى على مستوى الامتحامات جيدة وعلى مستوى الدراسة في منك رح يهتم لها موضوع بتعلق بأحد الإخوي أو أحد الجيران أهم شي ضبط العصاب أثناء الحوارات في هاي المسائل أو التعامل في هاي الأمور وبرضو في نفس اللحظة في منك أشخاص رح يهتم بموضوع إلو علاقة بالسيارة أو إلو علاقة بالهاتف أما بالنسبة للبيت الرابع على مستوى البيت ما فيه أي مشاكل يعني بتتعاملوا على حسب طبيعتكم يعني كلها أعمال روتينية ممكن يظهر خلاف أو نقاش أو حوار أو عبء معين أو مثلا مناسبة عائلية تكون شوي ضاغطة تطلب منك الاهتمام ولكن ضبط الأعصاب مطلوب الأمور بتمشي إذا أنت ما عصبت وما احتدت أما بالنسبة للبيت الخامس فطبعا على المستوى العاطفي الأدواء فيها نوع من أنواع الضغط أو القلق أو الشك أو الغيرة أو الإنزعاج من تصرف أو إهمال الحبيب ممكن تدخل بنقاش حاد ما بينك وبين أحد الأحبة اللي هم الأبناء أو الوالدين أضبط أعصابك وما في داعي لتصعيد الأمور الفترة مش مناسبة لإلك أما بالنسبة للبيت السادس فالأجواء ضاغطة على مسألة إلها علاقة بالعمل إما أنه بيتراكم العمل أو بكون عندك أعمال كثيرة بتطلب الاهتمام وفي منك رح يهتم بإنجاز بعض الأعمال يعني أهم شيء يكرر المحاولة أما بالنسبة للوضع الصحي فهو بحاجة إلى بعض الرقابة والرعاية أما بالنسبة للبيت السابع فطبعا بيت الشراكة بتيجي أشياء مفاجئة يا مواضيع مفاجئة حوارات مفاجئة نقاشات مفاجئة الحدية يعني على حسب علاقتكم يا إما عصبية وحدية ومشاكل وخلافات يا إما تفاهم منقطع النظير يعني ما في حل وسط بالأمور على مستوى تعاملكم ما بينكم وبين الأزواج خلال هذا اليوم أما بالنسبة للبيت الثامن فالأجواء الروتينية على مستوى الأموال المشتركة فتعاملكم أو اهتماماتكم على مستوى الأموال المشتركة الروتينية ممكن تهتم ببعض المسائل اللي إلها علاقة ببنك أو ضريبة أو تأمين أو حتى قضايا مالية أهم شيء أنك ما تهملها إنجز الأشياء بكامل طاقتك بدون ما تضيع أي ورقة أو تهمل أي مطلب أما بالنسبة للبيت التاسع فما في أي أثار تعاملك واتصالاتك وحواراتك مع أشخاص خارج البلاد برضو بتكون روتينية ممكن يكون لك بعض الاهتمامات في أشخاص خارج البلاد أو التواصل معاهم أو موضوع له علاقة بسفر أو قدوم بعض الأشخاص من سفر أو ممكن امتحانات جامعية اللي عنده امتحانات أو مقابلات أو مناقشات اليوم بده يستعد بشكل جيد وما فيه داعي للتسرع أما بالنسبة للبيت العاشر فطبعا القمر موجود فيه فبيتركز اهتمامكم حول المحافظة على مصالحكم في مجال العمل فترى مناسبة لللي بيبحث عن عمل أهم مش إنك تهدئ من روعك وما تنفعل اتجنب المخالفة أو مخالفة القوانين وإحرص على استقرارك اتجنب الخلافات والمجازفات والشائكة وإحرص على لجمها إذا شعرت ببدايتها أما بالنسبة لبيتك 11 فالأجواء تقريبا الشمس بتدعمك على مستوى الأصدقاء فهي بتعمل حوارات جيدة ولقاءات وتواصل جيد فممكن تنجز بعض الأعمال بشكل جيد خصوصا بتعاونك مع أحد الأصدقاء وممكن يتوجه لك دعوة لحضور حفلة أو مناسبة أو لقاء خلال هذا اليوم أهم شيء يعني تأدي واجباتك الاجتماعية وبرضو عندك قدرة أنك تستثمرها أما بالنسبة لبيتك 12 فطبعا بيت المتاعب فيه عطارد وهذا بساعدك على إنجاز بعض الأعمال حتى ولو كثرت وبرضو بعطيك قدرة على المحافظة على جهازك العصبي والرقابة الصحية أهم شيء تنتبه من التوتر ومن القلق ومن الوسواس هدولا أهم ثلاث نقاط برج القوس طبعا اليوم جيد على مستوى النفسي وعلى مستوى النشاط وعلى المستوى الفكري أهم شيء أنك أنت تستغله بشكل جيد لأنه هذا من الأيام المميزة اللي بتمر عليك فلازم استغلالها عشان تكون الأمور لصالحك أو تكون دعملة إليك حاول تنطلق وتتحرك كرر المحاولات على بعض المسائل اللي كان صعب أنك تحلها بالفترة الماضية يعني تكرار المحاولة مطلوب أما بالنسبة للبيت الثاني فممكن تهتم ببعض المسائل اللي إلها علاقة بالأمور المالية ولكن تكثر عندك المصاريف أو المطالبات أو ممكن أنت تلجأ لصرف الفلوس في أشياء أنت مش بحاجتها حاول قدر الإمكان أنك تقلل من مصاريفك ودفعاتك ورتم أمورك المالية بشكل جيد بدون ما تلتزم بأشياء يكون صعب أنك أنت تنفذها أما بالنسبة للبيت الثالث فالأجواء هنا بتدعمك على مستوى الاتصالات والحوارات والنقاشات وبرضو على مستوى السفر أو السفر القصير أو أمور إلها علاقة بالامتحانات أو المدارس يعني الأجواء إيجابية وفي منك رح يهتم ببعض المسائل اللي إلها علاقة إما بالامتحانات أو السيارات أو الهواتف أهم شيء إذا كان عندك امتحانة أو مقابلة تدرس وتستعد بشكل جيد أما بالنسبة للبيت الرابع فالأجواء على مستوى البيت تقريبا نبتن بيحط بعض المشاكل أو العقبات أو سوء التفاهم ما بينك وبين أحد أفراد العائلة ممكن تظهر بعض المسائل يعني فيها نوع من التوتر أو تقلب في المزاج أو نقاش أو يعني ممكن أشياء هيك تكون فيها نوع من أنواع صعوبة يحاول أنك تنجز أعمالك البيتية وخلي فيه تقارب جيد ما بينك وبين أفراد العائلة ممكن تهتم بمسألة إلها علاقة بمناسبة أو إلها علاقة بحدث مع عائلة أما بالنسبة للبيت الخامس فطبعا المريخ ما زال بيضغط على مستوى على العلاقاتكم العاطفية فحاول قدم لإمكان ضبط الأعصاب ما في داعي للتحكم أو فرض الرأي على الأحبة أو على الأبناء أو على الوالدين وبرضو ما في داعي للدخول بنقاشات حادة أو أنك توجه الاتهامات أو الكلام الجارح أما بالنسبة للبيت السادس فالأجواء تقريبا تحمل أشياء إيجابية على مستوى العمل فممكن تنجز بعض الأعمال الضرورية والمهمة خلال هذا اليوم ومنكم ممكن يهتم ببعض الشؤون الصحية أهم شي أنك ما تهمل راحتك ولا تهمل غدائك وينتبه من أنك تجهد حالك إلى هذا النهار أما بالنسبة للبيت السابع فالأجواء جيدة على مستوى بيت الشراكي وبتقارب ما بينك وبين الشريك تعمل نوع من أنواع التفاهم الجيد أو الاندماج الجيد ما بينك وبين الزوج ممكن تتفاهمه على مسأل معين ممكن تتراجع عن قرار سابق وممكن تحمل هذه الفترة نوع من أنواع المصالحات أما بالنسبة للبيت الثامن فالأمور الروتينية على مستوى طريق التعاملك مع الأموال المشتركة اللي هي الأموال اللي ما بتعود لك أو الأموال اللي إلها علاقة بالبنوك والضريبة والتأمين والقضايا أو حتى تحصيل حقوقك في الفترة هاي بيكون بشكل روتيني يعني ما في حضوط داعم كثير على هاي المسألة أهم شي أنك أنت ما تبالغ بمصاريفك وانتبه لأن الفترة هاي بتحمل مصاريف إما إلها علاقة بالبيت بيتية أو إلها علاقة بالصحة يعني مصاريف صحية أما بالنسبة للبيت التاسع فبتنشطوا اليوم في أمور إلها علاقة بالسفر أو اتصال بعيد أو بتشارك في حملة أو ورشة عمل وبتشتد رغبتكم في التقرب من أحبائكم وتعزيز العلاقة معهم ممكن تسافر في رحلة أو تفرح لإنفراج أو تسوية مهمة أو ممكن أحد الأشخاص اللي بتعرفهم يجي من السفر أو تهتم بموضوع أو معاملة سفر معينة ممكن تهتم بهواية جديدة الفترة هاي فيها نوع من أنواع الحيوية وممكن تتحمس لمتابعة المساعي وعندك القدرة على التواصل مع المحيط أما بالنسبة للبيت العاشر فهو جيد على مستوى بيت السمعة يعني بدعمك بشكل جيد وجيد هاي للأشخاص اللي بيبحثوا عن عمل أو توطيد علاقتهم مع زملائهم أو رؤساهم بالعمل وعاحت على مستوى إنجاز بعض الأعمال بشكل مشترك أمورها إيجابية أما بالنسبة لبيتك 11 فرح تنشط ما بين علاقاتك ما بينك وبين بعض الأصدقاء فممكن يتوجه لك دعوة لحضور حفلة أو مناسبة أو لقاء خلال هذا اليوم الأهم أنك ما تعصب وما تحتد وما تنزعج إن خالفك حد في وجهة النظر أو في الرأي أما بالنسبة لبيتك 12 فالأجواء روتينية يعني بتقدر تنجز أعمالك بوقتها وممكن يكون لك بعض الاهتمامات الصحية أو الغذائية خلال هذا النهر برج الجدي طبعا القمر الآن تحرك صار في البيت الثامن للكم فعشان هيك يعني تحرك من المقابل ولكن في البيت الثامن يعني مش القوة الكاملة فعشان هيك ما زالت الأجواء يعني بحاجة للصبر كمان يوم ما تحاول إنك أنت يعني يعني تعامل بشكل روتيني بأمورك اليوم الاهتمامات المالية هي أكثر إشي ممكن أنه يلفت انتباهك خلال هذا النهار أما بالنسبة للبيت الثاني فطبعا الأجواء جيدة على المستوى المالي فممكن تحصل بعض المكاسب المالية خلال هذا اليوم من عمل إضافي أو مستردات أو هبات أو نوع من أنواع الدعم وممكن تحصل على هدية ما أو ممكن أنك تحصل على شيء يعني كان مفقود الأمل منه أو يجيك دعم بشكل مفاجئ أما بالنسبة للبيت الثالث فالأجواء جيدة على مستوى الاتصالات والحوارات والنقاشات ولكن ضبط العصاب مطلوب أثناء تنقلاتك بالسيارة أو الحركة انتبه من الإصابات وبرضو ممكن تهتم بموضوع العلاقة بالسيارة أو بالهاتف أو بالكمبيوتر أهم شيء أنه كثف اتصالاتك عشان تكون الأجواء إيجابية ودعملة إلك أما بالنسبة للبيت الرابع فالأجواء ما زالت تحمل نوع من أنواع القلق على مسألة إلها علاقة بالبيت فحاول قدر الإمكان ضبط العصاب ما في داعي للتهور ولا داعي للعصبية أو الحدية أثناء تعاملك مع أفراد العائلة ممكن تظهر بعض المسائل العائلية المربكة أو النشاطات أو الزيارات أو الإجتماعات أو اللقاءات يعني شوي تطلب منك نوع من أنواع الاهتمام هي مربكة شوي ولكن لو ركزت بشكل جيد بتمشي بسهولة أما بالنسبة للبيت الخامس على المستوى العاطفي تقريبا الأجواء برضو بتحمل نوع من أنواع التوتر فممكن تنزعج من تصرف أحد الأحبة أو أحد الأبناء أو تعتب عليه ممكن تدخل بحوار أو نقاش حاد أهم شيء أنك ما تحاول أنك تفرض وجهة نظرك على الأحبة خلال هذا النهار يعني يتعامل بوضوح أما بالنسبة للبيت السادس فالأجواء الروتينية على مستوى العمل على مستوى الصحة ممكن تنجز بعض الأعمال الضرورية والمهمة خلال هذا النهار أهم شيء أنك تراقب وضعك الصحي من بعض التقلبات أما بالنسبة للبيت السابع فالأجواء تقريبا الروتينية على مستوى التعامل مع الشركاء أو مع الأزواج يعني بتتعاملوا على حسب طبيعتكم نقاشات عادية حوارات عادية إذا دخلتوا في مسألة الانتقاد وفرض الرأي معناتوا يعرفوا أنها خلافات حادة جدا وممكن تصل لأشياء يعني صعب أنك تتخيلها أما بالنسبة للبيت الثامن فطبعا القمر موجود فيه فبتعيدوا تنظيم أموركم المالية المشتركة من جهة ثم فرصة لمكسب من شراكة أو تعويض ولكن من جهة أخرى يجب الحذر من أي شراكة مالية جديدة ممكن تناقش موضوع تمويل أو قرض وممكن تحصل على التسوي اللي بتحلم فيها ممكن تناقش مواضيع مهمة وتجتاز امتحانات صعبة عالج الشؤون العائلية المهمة أما بالنسبة للبيت التاسع فالأجواء جيدة وتدعمك على مستوى الاتصالات والحوارات البعيدة والتواصل مع أشخاص خارج البلاد وفي منك راح يهتم ببعض المسائل اللي لها علاقة بالامتحانات أو السفر أو أوراق سفر أو أوراق قانونية أو معاملات قانونية يعني فيه اهتمام ببعض المسائل اللي بتتعلق بالسفر أو أشخاص قادمين من السفر أهم شي اللي عنده امتحان جامعي أو عنده مقابلة أو مناقش اليوم بده يدرس ويستعد بشكل جيد ما يعتمد على الحظوظ وما في داعي لفرض الرأي أو الحوارات اللي مائلها داعي أما بالنسبة للبيت العاشر فالأجواء على مستوى بيت السمعة تقريبا نقدر نحكي فيها نوع من أنواع الإيجابية فممكن تنجز بعض الأشياء بطريقة مشتركة أو بعمل مشترك أهم شي إنه تضبط أعصابك ما في داعي للعصبي ولا الحدي ولا المجازف ولا المغامرة ولا لمخالفة القوانين أما بالنسبة لبيتك 11 فالأجواء تقريبا جيدة على مستوى بيت الأصدقاء فممكن اليوم تنشط بمواضيع العلاقة بالأصدقاء زي لقاء حوار دعوة لحضور حفلة مناسبة اهتمامات عالية يعني ممكن تكون عندك خلال هذا اليوم على مستوى أمور إلها علاقة بجمعة أو مناسبة أما بالنسبة لبيتك 12 فطبعا نقدر نحكي إنه الأجواء روتينية ممكن تنجز أعمالك بشكل روتيني ولكن الأهم إنك تهتم بوضعك الصحي من بعض التقلبات إذا كان عندك مراجعة طبية أو إجراء طبي اليوم ما تهمله وحاول إنك تأخذ أدويتك بوقتها برضو الفترة هاي بتحمل نوع من أنواع القلق على صحة أحد الأحبة برج الدلو طبعا اليوم القمر صار مقابلكو تماما فعشان هيك الأمور يعني بتدعمكم في بعض الأمور بتدعيم الشراكل حوارات نقاشات تحركات ولكن اللي بصير إنه طاقتكم شوي ضعيفة فعشان هيك بدك ما ترهق حالك كثير وبرضو راعي وضعك الصحي بشكل جيد وبرضو مزاجك شوي بكون متعكر فعشان هيك اضبط أعصابك وما في داعي للحوارات أو النقاشات الحادة أما بالنسبة للبيت الثاني فالأجواء تقريبا نقدر نحكي إنه في بعض الأمور اللي إلها علاقة بالوضع المالي اللي ممكن تظهر على الساحة اليوم إما دفعات أو التزامات أو غرامات أو تراكم بعض الحسابات أو قلق ما من وضع مالي معين في منكم ممكن يحصل بعض المكاسب المالية اللي بتيجي من عمل إضافي أو مستردات أو هبات ولكن الأهم إنه تقللوا من مصاريفكم أما بالنسبة للبيت الثالث فبدك تنتبهوا أثناء حواراتكم ونقاشاتكم ما في داعي للانفعال ما في داعي للتوتر ما في داعي للعصبية إذا قيادتكم للسيارة دير بالك من المغامرات أو المجازفات انتبه أثناء حركتك أو أثناء قيادتك للسيارة إذا عندك امتحان أو مقابلة بدك تدرس وتستعد بشكل جيد وما تعتمد على الحضوض نهائيا أما بالنسبة للبيت الرابع فالأجواء جيدة على مستوى البيت فبتحمل نوع من أنواع المفاجآت أو اللقاءات أو الحوارات أو التواصل الجيد ما بينك وبين أحد أفراد العائلة وممكن تظهر مسألة عائلية شوية تطلب منك نوع من أنواع الاهتمام أهم شيء زي ما حكينا ضبط العصاب ما في داعي للتسرع وما في داعي للأحكام اللي بتيجي جزافا حاول إنك تنجز عمالك المنزلية والبيتية وتخلي في نوع من أنواع التقارب الجيد ما بينك وبين أفراد العائلة أما بالنسبة للبيت الخامس فالأجواء على المستوى العاطفي تقريبا منقدر نحكي إنها فيها إيجابية فممكن اليوم يعني نوع من تدعيم العلاقة العاطفية أو التقرب من الحبيب أو الاهتمام بالحبيب أو بالأحبة أو حتى اجتماع بتعلق في أحد الأولاد أو الأبناء أو أحد الوالدين أما بالنسبة للبيت السادس فالأجواء روتينية على مستوى العمل ما في أي شيء لا إيجابي ولا سلبي فإنجاز كل أعمالك بكل روتيني ويهتماماتك على مستوى العمل روتيني أهم شيء ما يكون فيه عصبية أو تسرع أو إهمال وبرضو راقب وضعك الصحي برضو الوضع الصحي رح يكون روتيني إلا البيت السابع هو اللي بيكون ضاغط عليك شوي وبيت المتاعب صحيا أما بالنسبة للبيت السابع فاليوم ترغبوا في تدعيم شراكاتكم فترة مناسبة للقيام بعمل بتطلب تعاون من طرف آخر حاذر الخلافات وما تضخم الأمور بتبدو مرهف الحس ومتوتر بسبب قلق ما حاذر إثارة العداوات أو العدائية أو البلبلة مزاجك متقلب وعصبي وممكن تثير النفور للأشخاص اللي حواليك أما بالنسبة للبيت الثامن فالأجواء يعني برضو على مستوى الأموال المشتركة في بعض الاهتمامات ممكن تحل مسألة إلها علاقة بقرض أو تسعى لتحسين وضع مالي معين أو يظهر شريك أو داعم أو أعمال إضافية ممكن تحصل من خلالها مكاسب أو تحل مشكلة إلها علاقة بتراكم بعض الالتزامات أو بعض الأعباء المالية يعني بتطلب منك الحذر والتفكير المنطقي إذا كان عندك أي موضوع بتعلق بقضايا أو محاكم مالية أو إجراءات مؤسسات مالية حاول إلنك تهتم فيها وما تهملها أما بالنسبة للبيت التاسع فالأجواء جيدة وبتدعمك على مستوى الاتصالات والحوارات والتواصل مع أشخاص خارج البلاد أو حتى على مستوى سفر أو حتى على مستوى أمور إلها علاقة بالجامعة أو الدراسة أو الامتحانات الأجواء إيجابية بتدعمك فممكن اليوم تحقق إنجازات رائعة وممكن يكون لك اتصالات مع أشخاص خارج البلاد أما بالنسبة لبيتك العاشر على مستوى بيت السمعة ما في أي تأثيرات الأمور جيدة أو روتينية بمعنى آخر ممكن تهتم ببعض المسائل اللي إلها علاقة بزملائك أو رؤسائك بالعمل أو نقاش أو حوار على عمل مشترك أما بالنسبة لبيتك 11 فالأجواء جيدة وبتدعمك على مستوى البيت الأصدقاء فممكن تنشط بزيارات أو لقاءات أو يتوجه لك دعوي لحضور حفلة أو مناسبة أو تسعد بلقاء بعض الأصدقاء خلال هذا النهار ممكن يبادر أحد الأصدقاء بمساعدتك في مسألة ما وممكن تنجز بعض الأعمال بمساعدة أحد الأصدقاء أما بالنسبة لبيتك 12 فالأجواء اليوم أحسن بتساعدك على إنجاز بعض الأعمال أهم شيء أنك ما ترهق حالك وبرضو في نفس اللحظة على المستوى الصحي بده شوية ترقابه يعني تراقب وضعك الصحي من بعض التقلبات ما تهمل صحتك وما تهمل واجباتك ممكن اليوم يكون لك بعض الاهتمامات بصحة أحد المرضى أو زيارة مريض أو عيادة مريض أو إشي له علاقة ببعض الأدوية برج الحوت طبعا القمر الآن انتقل صار في البيت السادس يعني بدأ بمرحلة المقابلة سادس سابع ثامن هذولا اللي هي فيهم شوية ضغوط بتكون عليك أهم إشي أنه اليوم رح يكون لك بعض الاهتمامات على مستوى العمل أو على مستوى الصحة راقبها بشكل جيد ما تهمل أي إشارة أو أي شيء ممكن تشعر فيه صحيا حاول أنك تراجع طبيبك أو تستشير طبيبك الأجواء شوي فيها نوع من أنواع الحدية وممكن أنك تلاقي شوية صعوبة في إنجاز بعض الأمور أما بالنسبة للبيت الثاني فعلى المستوى المالي ما زالت الأجواء فيها نوع من أنواع الضغط إما بمصاريف أو التزامات ممكن تحصل بعض المكاسب المالية اللي بتيجي من عمل إضافي أو مستردات أو هبات أو نوع من أنواع الدعم أو هدية معينة ولكن بالمقابل فيه مصاريف أو دفعات بتقابل هاي الأمور فيه بعض الأمور المالية اللي ممكن تكون محبطة أو مزعجة أما بالنسبة للبيت الثالث فالأجواء جيدة على مستوى التنقلات والاتصالات والحوارات بتدعمك بشكل جيد ولكن اليوم بتظهر العصبية عندك فما فيه داعي للانفعال ولا للعصبية ولا حتى للكلام الجارح انتبه أثناء حركتك أثناء تنقلاتك خوفا من الإصابات أو الحوادث وبرضو انتبه أثناء قيادتك للسيارة ممكن فيه منك ويهتم بمواضيع الهلاقة بعطل سيارة أو ميكانيك أو إشي العلاقة بالأجهزة الإلكترونية اللي عنده امتحان أو مقابلة بده يدرس ويستعد بشكل جيد وما يعتمد على الحضوض فيه منك وراح يكون له تعامل مع أخ أو جار أما بالنسبة للبيت الرابع فالأجواء تقريبا روتينية على مستوى البيت فبتتعاملوا على حسب طبيعتكم على حسب علاقاتكم المنزلية يعني الاهتمامات الروتينية والأعمال الروتينية ما فيه أي شيء لا إيجابي ولا سلبي أما بالنسبة للبيت الخامس برضو على المستوى العاطفي ما فيه أي تأثيرات رجعت الأمور للوضع الروتيني بالتعامل مع الأحبة ممكن تقلق على أحد الأحبة أو تنزعج من مسألة بتصرفها أحد الأبناء أو أحد الوالدين ولكن ضبط الأعصاب مطلوب ما فيه داعي للحوارات أو النقاشات الحادة أما بالنسبة للبيت السادس فطبعا اليوم بيبدأ العمل بالتراكم عندكم تدريجيا إنجزوا فقط ما بوسعكم دون المبالغة في ذلك بتكون تنتبهوا لغذائكم وراحتكم ما تهمل الواجبات مهما كثرت أو صعبت راعي ظروفك الصحية كون دقيق ومنظم مراعيا لظروفك المعنوية أما بالنسبة للبيت السابع فالأجواء تقريبا بتحمل نوع من أنواع التقارب أو التحالف ما بينك وبين الشركاء أو ما بينك وبين الأزواج ممكن تحمل مصالحة أو نقاش أو حوار أو حل خلاف معين دون ما تدخلوا بنقاشات حادة أو حوارات حادة لأنه ممكن تفاقم الأمور وتصير في مشكلة كبيرة الأجواء جيدة للمصالحة أو للتقارب ما بينك وبين شركاءكم أما بالنسبة للبيت الثامن فعطارد بعزز نقاط قوة لكم لها علاقة بالأموال المشتركة فممكن أي شيء العلاقة بالمال المشتركة يمشي بشكل جيد خلال هذا النهار زي القروض والديون المنح، الهبات، الميراث، النفقة أمور بنكية أو أمور مالية مشتركة أو مؤسسات مالية كلها هاي أجواء إيجابية ودعمة بقوة لإلك حاول أنك تستثمرها أما بالنسبة للبيت التاسع فالأجواء تقريبا روتينية على مستوى الاتصالات البعيدة والتواصل مع أشخاص خارج البلاد ممكن على مستوى الامتحانات أو التنقلات الاثنين هذولا بدك تهتم فيهم ما تجازف وما تغامر وبرضو أدرس واستعد ما تدخل على الامتحان بشكل مفاجئ وتعتمد على قدراتك برضو أضبط أعصابك أثناء تعاملك بإنجاز معاملة قانونية أو أمور إلها علاقة بالمحاكم أما بالنسبة للبيت العاشر فالأجواء تقريبا على مستوى بيت السمعة جيدة فممكن تنجز بعض الأعمال الضرورية والمهمة بطريقة مشتركة أو تهتم بشراكة معينة يعني الأجواء بتدعمك بشكل جيد وبتعزز من سمعتك أهم إشي أنك تكسب علاقاتك الاجتماعية وتعرف كيف تستغلها أما بالنسبة لبيتك 11 فالأجواء جيدة على مستوى بيت الأصدقاء فممكن يتوجه لك دعوة لحضور حفلة أو مناسبة أو لقاء أو تسعد بلقاء بعض الأصدقاء أو يكون في عندك لمة أو زيارة أو المناسبة تكون عندك في البيت يعني في أجواء إيجابية اجتماعية حاول أنك تستثمرها اللي تكون لمصلحتك أما بالنسبة لبيتك 12 فطبعا ما في أي تأثيرات للكواكب عشان هيك منقول لك انجز أعمالك الضرورية وما تهملها وما تأجلها داوم في وقتك ما تتأخر ما تحاول أنك تتغيب عن عملك أو تهمل أعمالك انتبه لوضعك الصحي بشكل جيد من بعض التقلبات خذ أدويتك بوقتها ما تتوسوس وما تخلي الخوف يسيطر عليك بالفترة هاي في منك ورح يهتم ببعض المسال اللي لها علاقة بصحة أحد الأحبة أو زيارة مريض أو أمور استشفائية أو إيشي إلو علاقة بحدث طارئ هيك منكون انتهينا من توقعاتنا لهذا اليوم والله أعلم يا رضا الله ورضا الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أترككم في رعاية الله وحفظه إلى اللقاء